هذا ما بدت عليه مدينة حرض وقد تركتها الميليشيا أكواما من الخراب والدمار المدينة الحدودية التي كان يقتنها أكثر من 93 ألف شخص وبها يقع منفذ الطوال البري مع المملكة العربية السعودية الذي جعل منها مركزا تجاريا دائما الحركة والنشاط أصبحت اليوم خالية من مظاهر الحياة مقتضة بالوحشة وقد هجرها سكانها جراء المعارك والقتال الذي طبعت آثاره على شوارعها ومنازلها لم تترك الميليشيا أي شيء في المدينة لم تستهدفه حتى دور العبادة وضعتها أهدافا لقذائفها وصواريخها ليس بوسع شخص يمر على كل هذا الدمار إلا أن يتصور أن عناصر الميليشياءتوا إلى هنا لكي يدمر ما على الأرض فكانت النتيجة ما تراه العين وتوثقه الصورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر